استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤول للاجئين أحمد أبو هولي وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة اللقاء ركز على التابعات الخطيرة لقراري الكنست الأخيرين بحظر وكالة أنروا وأنشطتها وتجريدها من امتيازاتها بواقع كونها وكالة دولية حيث استمع أبو الغيط لعرض مفصل من المسؤول الفلسطيني حول التابعات المتوقعة لهذا القرار على حياة نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني وشدد أبو الغيط على أنه لا بديل عن الأنروا في تقديم الخدمة الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها خاصة لكونها حجر الزاوية في العمل الإنساني في غزة